التسعب توقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف توريد القمح المحلي من المزارعين والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية وكذلك لكميات الأقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية وأوضح بيان مجلس الوزراء أن إجمالية الأقماح التي تم استلمها من المزارعين حتى صباح أمس وصل إلى ثلاثة ملايين طن مضيفا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة تابع وزير الزراع والتصلاح الأراضي السيد القصير توريد القمح بصومات بهنسة بمركز بني مزار في محافظة المينيا ووجه القصير بتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين في استلام المحصول وسداد ثمنه فورا كما وجه الشكر للمزارعين على وطنياتهم وحرصهم على مساندة بلدهم في مواجهة التحديات خلال الظروف التي يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الأوكرانية هذا وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح في محافظة المينيا حوالي 250 ألف فدان وبلغ إجمالي التوريد نحو 370 ألف طن حتى الآن اتهم الرئيس الأوكراني فضاديمين زيلنسكي القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية في دونباس بشرق البلاد على حد قوله وقال زيلنسكي إن الهجوم الحالي في دونباس قد يجعل المنطقة غير أهلة بالسكان متهما القوات الروسية بأنها تسعى لتدمير العديد من المدن والبلدات وأضاف أن القوات الروسية تمارس الترحيل والقتل الجماعي للمدنيين في دونباس قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين إن الثقة بموسكو فقدت لأجيال مقبلة وذلك منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني بكياف أن ما فعلته روسيا هو نقطة تحول لكل الأسر الأوروبية وللعالم أجمع مشيرة إلى أن العلاقات القديمة لن تعود إلى ما كانت عليه استخدمت الصين وروسيا حق نقد الفيتو ضد محاولة بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية بسبب استئنافها لإطلاق الصواريخ الباليستية وصوتت جميع الدول الأعضاء الباقية في المجلس وعددها 13 لصالح القرار الذي صاغته واشنطن والذي يقترح حظر صدرات النفط والتبغي إلى بيونج يانج هذا وجاء التصويت بعد يوم من إطلاق بيونج يانج ثلاثة صواريخ يعتقد أن أحدها هو أكبر صاروخ باليستية عابر للقرار عقب جولة أسيوية للرئيس الأمريكي جو بايدن ذكرت قناة تلفزيونية محلية أمريكية أن الشرطة اعتقلت رجلا مسلحا بمنطقة سي سايد بولاية كاليفورنيا بعد مواجهة استمرت طويلا مع رجال الأمن وقالت القناة إن المشتبه به الذي كان يحمل مسدسا تخصن لنحو خمس ساعات في شرفة وأطلق رصاصتين على الأقل تجاه الشرطة ونقلت قناة تلفزيون عن الشرطة قولها إن إطلاق النار لم يصفر عن إصابة أحد أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية تسجيل عشر إصابات جديدة مؤكدة بجدر القردة من بينها أول حالة تسجل في إقليم أونتاريو ويرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى ست وعشرين حالة وقالت الهيئة إن أقليم كيباك رصد خمسا وعشرين من إجمالي الحالات وكانت كندا قد أكدت رصد أول حالتي إصابة بالمرض الأسبوع الماضي هذا وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم اكتشاف حوالي مائتي إصابة مؤكدة بالمرض في أكثر من عشرين دولة لا يتوطن فيها المرض أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل أربعمائة وأربعين إصابة جديدة بفارس كورونا أمس من بينها مائة وحالتان ظهرت عليها الأعراض ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مائتين وثلاثة وعشرين ألفا وثمانمائة وسبع وثلاثين حالة وأضفت اللجنة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع خاصيلة الوفيات إلى خمسة آلاف ومائتين وست وعشرين حالة نهاية مجزة التسانع أو الاستكمال البيئي فقرات صباح الخير يماصر بعض الفاصل